موسيقى اهلا بحضراتكم من جديد وزي ما انتم شايفين يمكن رجالة مصر خلاص في استاد الدفاع الجو وبنتكلم النهاردة الأربع يعني بنتكلم على التدريب الرئيسي والأساسي لمنتخبنا الوطني استعدادا لمباراة السنغال خد بالكم فيه لقطة مهمة جدا قبل ما اتكلم على اللقاء ما بين الكابتن واقل جمع مع الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري كان فيه لقطة جميلة جدا ما بين محمد صلاح مع العمال والمعاونين في الأجهزة الطبية الروح الجميلة دي اللي موجودة داخل صفوف المنتخب مهمة جدا الناس تقولك محمد صلاح اسم كبير ونجم كبير والبعض ممكن يقولك معاصله بيتعامل مثلا ايه معاملة النجم الخاص جوه صفوف المنتخب لا اللي احنا شفناه الجميع جوه المنتخب على قلب رجل واحد صلاح واقف مع العمال واقف مع المعاونين للأجهزة الطبية بيهزر بيهرج معهم واقف حتى مع زميله وكلهم في النهاية بيمثلوا مصر بيرتدوا تي شيرت منتخب مصر كمان شفنا اهو زي ما انت شايفين دي اللقطة اللي كنت عايزة اتكلم عليها في البداية يمكن دعم عبدالله سيد طبعا من العمال والناس اللي موجودة في منتخبنا الوطني من زمان جدا محمد صلاح بيتكلم معاه وحالة الروح والود والأولفة اللي موجودة في صفوف المنتخب والضحكة والابتسامة دي تدينا يعني انتباع ان شاء الله بإذن الله في حالة معنوية مهمة جدا وكويسة جدا جوه صفوف المنتخب مصطفى محمد وعمر كمال عبدالواحد أيمن أشرف محمد صلاح ياسر إبراهيم اللي فرض اسمه ونفسه على المنتخب محمد عبد المنعم ان شاء الله بإذن الله لكل يكوننا جاهز لهذه المباراة حراسة المرمى محمد الشناوي محمد أبو جابل بص يا جماعة هنتكلم على منتخب مصر لا فيه بقى فكرة أصداد أهلاوي ده زمال كاوي ده حارس مرمى الأهلي ده حارس مرمى الزمالك اللي هيقف في حراسة المرمى ده حارس مرمى منتخب مصر اللي هيمثل الفريق في المباراة العشر لعيبة مع حارس المرمى ده تشكيل منتخب مصر ما نقولش فيه خمسة أساسيين من الأهلي وتلاتة من الزمالك وتلاتة من بيرامدز وواحد محترف كلهم في النهاية بيرتدوا تيشيرت منتخب مصر ورافعين على مصر في مباراة السنغارة ربنا إن شاء الله يوفقهم ويفرحوا الشعب المصري في المباراتين مش مباراة واحدة لازم نعلم